بالخل وخميرة الخبز سوف تحصل على بشرة صافية بيدون تسبوغات بلا نمش بلا كلف بلا حبوب بلا تشموشك الوصفة المعجزة الربانية الاقتصادية اللي ان شاء الله اليوم البنات هتخلي لكم الجسم ديلكم كشميعا باللارة غتحيد لك لاتخاس ديل سنين و اوام كذلك بيض التلج تحيد لك تسبوغات الاشيعة للشمس تقضي على الاسر الحبوب الزروجية تكون في لوكوغ او في الجسم لطرس السندالة لعندك منصف اللي فات فاختيب هاد الوصفة غترجع لي ان شاء الله كتشعلي هاد الوصفة كان هدي هالعريسات اللي مقبلة على زواج او اللي مدين الويداته ان شاء الله فالله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله بهاد الاغوستات الجسم فالملاء سوب اللون من اروح الوصفة لتصبيل بذلك بتعالج تجاعيد اللي دائما كثير تعليقات بخصوص تجاعيد whether she is in the fish كما اقول هاد الوصفة كما نمت بتعالج تجاعيد مثل التجاعيد يمكن بتكون تحت العين 或者 تحط العين في مكان التجاعيد الان في العنق بالخميرة والخل فلاغوسات ينفخ الخديدة ويعنيق لديدس طبيعيا بخبز نفخ الطبيعي نفخ الطبيعي وإن حبس الغوسات لا تفصيح لتعود وجهك نحن نستخدمها لأنا و الأم دي من ذلك خصوصاً لأم دي فترة طويلة و الحمد لله لأن الغزلتة و نتيجة فعلاً نbrاجي الى اللايكات اشتركوا في القناة اضغطوا اجابة عقابة الشيطان خبز سبولة و الرفيعة سبولة و الرفيعة سبولة و الرفيعة سبولة و الرفيعة سوف نحتاج الخميرة و الخل سبولة و الرفيعة خل المائدة الملون خميرة الخبز الخبز المكونين الأساسيين المكونات التناوية أول شيء هذا الروز هذا الروز هذا الروز أحسن و أرخص روز هذا الروز جيد وتعالج التجاعي تسبوغات وتعالج نمش الكلب الحبوب اي مشكلة كان عندك اختيار الروز بالضبط اردع لي الخبار الغزل تديلو اللبنات ما شاء الله عليك تحمق فكما قلنا نحتاج الروز لتوفر عندك ولكن هذا بالضبط اللبنات سوف نحتاج المدين الورد بالنسبة للمنافع المزايا لا تعد و لا تحصى سوف نحتاج الى الخرقم البلدي أو للكوركم هنا البنات عندي الخرقم لا تنسألو لكم لا تأخذ العطار و يتحنوا الاختما لكما تستخدمه و تكوني هكذا تأكدين من أنك يخذت نوعية الخرقم هذا الشيء اللي نتأخذ دائما لا تنسألو لكم خميرة الخبز الخرقم الروز الخل و ماء ورد بالنسبة للوصفة لا تنسألو لكم لا تنسألو لكم حساسية من الخل ادخل المدين الورد لكي نقصد التركيز او ممكن سكاس الخل مع سكاس الماء بشكل كبير الخميرة الخل الروز و كما تنسألو لكم خلقهم من البلد المنافع 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 الخبز المنافع 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 الخميرة الخبز الخبز المنافع الكمية اختيارية خبز المنافع المنافع والمحقة دكت نحن نخلط المقادر كامل خميرة تتعجن و اطلق الفعالية نضيف الروز نضيف المنافع 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 الروز خمينات الخبز خمينات الخبز خمينات الخبز خمينات الخبز مستحيل خمينات الخبز خمينات الخبز اخذ الكيمية من الاغوستيد وتبدأ الدهن على المشاكل قوام رائع 10-30 دقائق قوام رائع تفرقها على شكل تبريمة تغسلوها عادي نصح بجلال وافيغا بالفازلين كريم كريم كبير وعامق ممكن ترطبي بأي كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة